تلأس وزير التربية عبد الحاكيم بالعابد ندوة وطنية عن بعض من مقار الوزارة حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومدير التربية وشدد الوزير على ضرورة احترام أجال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين مصدياً تعليمات بخصوص المراحل المقبلة من هذه العملية كما تابع عبد العابد بالمناسبة مدى تنفيذ مدير التربية لتعليمات المقدمة إليهم بتاريخ 11 ديسمبر حيث تم عرض الوضعيات المنجزة وفحصها ولايتاً بولاية وهذا استكمالاً لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون